قولي كراجل يعني اللي بتشوفه في حياتك في حيات صحابك لا في المشاكل وقعية في المشاكل بيجيلك العيادة حاجات الزوجية في المشاكل الزوجية حوالك حاجة مهمة جدا المشاعر والعواطف متقلبة يعني المزاج بيتغير مفيش حاجة بتبتدي بنفس درجة الحماس وبتفضل فوق بتفضل سبتة بتطلع وبتنزل عادي كلنا حتى اسمع قلوب تتقلب المشاعر بتتأثر مع الوقت ممكن بسبب الهرمونات ممكن بسبب الموت ممكن بسبب الحر ممكن بسبب ضغوط الشغل ممكن بسبب مشكلة قلت الفلوس ممكن بسبب ضغوط الحياة مينفعش بقى أنا في الوقت ده كزوج أو كزوجة روح أقول للطرف التاني أنا ما بقيتش أحبك زي الأول لا أنا بقيتش أحبك زي الأول لا ده أنت تتخنتي بقى شكلك وحش لا ده أنت بقى شكلك مش عارف ايه فيه كلام ما يتقالش لا ده ده نعمله حلقة تانية أنا بتكلم على الأسرار ما أنا بقولك الأسرار أنتو كرجالة عندكو صندوق أسود أنت بتهرب من سؤالي يا دكتور حسام وأنا لن أقبل الهروب أنا لن أقبل الهروب الرجالة عندها أسرار اللي هي علاقات سبا أنا أقولك بقى حاجة علاقاته بقى حددتي سؤالك تاخدي الإجابة الثانية حددت يا دكتور حسام تفضل لا يا جوز أنك أنت تعود تستفز مشاعر الست من أنك أنت تعود تحكي لها على علاقة سابقة زواج أو خطوبة أو ارتباط أي أن كان بتفاصيل غير مقبولة دي بتشعل غيرتها لأنني هقولكو خاصية عن العقل البشري العقل البشري حضرتك وحضرتك بيفكر بالصور فاللي أنت بتقوله الطرف الآخر بيتخيل لأنه بيحصل فيه طرف بيقدر يتخطى وفيه طرف بيقافلوا هنا ما بيقدرش يتخطى طب ما الداعي الرسول عليه السلام وصنا وصية جميلة جدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ما الفائدة إن أنا أقول ده وفي نفس الوقت برضو كراجل أو كسقت لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم طب أنت بقى حكيلي كنت بتعمله إيه طب أنت بقى حكيلي بالزبط كنت بتعمله إيه وكان بيحصل إيه في الإيه ومش عارف إيه هنا بيحصل اشتعال فيه ناس بقولك بتعرف تتخطى ده وفيه ناس بتتخطى لبعض الوقت وفيه ناس بتوقف عنده وتبقى سبب للانفساد